مرحباً في الجامعات أو المعاهد العليا الألمانية هناك نوعان من الشهادات الجامعية درجة البكالوريوس والتي تريها الدراسة للحصول على درجة الماجستير لاحقاً وعادة ما تكون كلا الشهادتين في نفس مجال التخصص هذا يعني أن يمكن للمرء بعد دراسة البكالوريوس الاستمرار في دراسة نفس مجاله التخصصي فقط وهذا ما يسمى بالدراسة التكميلية فمن ناحية المحتوى العلمي فإن دراسات التكميلية تتم من بعضها البعض في دراسة البكالوريوس يتعلم المرء أساسيات التخصص وفي دراسة الماجستير يكتسب المرء المعرفة المتخصصة فالحاصل على درجة الماجستير يعد خبيراً في مجال تخصصي فعلى سبيل المثال لا يمكن قبول الشخص الذي أكمل دراسته في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها لدراسة الماجستير في فرع علوم الحاسبات في المقابل فإنه يمكن وبدون مشاكل قبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في قسم العلوم الحاسبات ليدرس الماجستير في نفس الفرع شريطة أن يستوفي شروط القبول العامة كلمة إضافية حول النطق أو اللفظ فمعظم الألمان يرددون كلمات مثل M.A أو B.A فهم يفضلون ذلك النطق بالإنجليزية عوضاً عن نطقها بالألمانية كB.A و.M.A